بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يقول الإمام الشافعي رحمه الله إن الله لا يعذب أحبابه ومن بين الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا رئيسا لأن ينال الإنسان منا محبة الله عز وجل قيمة الصفاء والنقاء عن سيدنا عمر بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي صدق الحق سبحانه وتعالى وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه عز وجل الصفاء مصطلح عميق وله دلالات واسعة غير أن بطريقة موجزة ومركزة نستطيع أن نقول إن الصفاء هو تصفية القلوب والعقول والنفوس من أي شيء من بواعث الحقد والحسد والبغض والكراهية والخصام ومن الظن والتنافس السيء الصفاء هو إرادة الخير للغير هو حب النعمة عنده ولأجل ذلك كان الصفاء والنقاء أصلاً أصيلاً ورقناً رقيناً في الصحبة القوية ولذلك الذي يتأمل الشرع الشريف يجد أن كل ما يحول دون الصفاء من الرذائل منهي عنه ألم نسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام هذا النفس المحمدي المنير الذي يعطي لنا ترائق عديدة حتى نحصل على الصفاء والنقاء فنقدم الود على الخصام ونقدم النصح على الاتهام ونبزل التسامح والإنسانية والرحمة والحب على كل ما يؤدي إلى الفرقة وإلى الخصام وإلى التباغض والتدابر كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيمة الصفاء هي القيمة الرئيسة التي تصنع مجتمعاً راقياً تصنع مجتمعاً يتسم بالألفة والمحبة والإنسانية والرحمة تسوده هذه القيم المنيرة التي رسخ لها الشرع الشريف كما جاء في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نسمع هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار يقصد هنا الصراط الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم يوصل إلى الجنة المعنى المقصود هنا إذا نجى المؤمنون من الصراط أي إذا خلصوا وتجاوزوا الصراط نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا هذا المشهد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قائماً على الصراط يقول رب سلم رب سلم لما يحدث في هذا المشهد فنسأل الله أن يهونه علينا إذا خلص المؤمنون من الصراط وإذا كان الصراط مضروباً على ظهر جهنم يوصل إلى الجنة إذن الآن الدخول إلى الجنة لا في هذا النص المشرف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك البعض ممن يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار بعد أن يجاوز الصراط من هؤلاء؟ من الذين يحبسون في هذه القنطرة؟ الذين كانت بينهم مظالم في الدنيا الذين كانت عقولهم وقلوبهم ونفوسهم تمتلئ بالحسد والبغض والكراهية والخصام وما شابى هذه الرذائل يقول صلى الله عليه وسلم فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كأن النبي يريد أن يقول لك حقق أهليتك للجنة من خلال قيمة الصفاء من خلال قيمة النقاء من خلال تصفية القلوب والعقول والنفوس من هذه الأخلاق وهذه الرذائل التي ذكرناها ماذا إذا صف العقل؟ وماذا إذا صف القلب؟ لك أن تدرك وأن تكون على يقين إذا صف العقل أنتج حكمة وإذا صف القلب أنتج رحمة فماذا إذا وجدنا أنفسنا في مجتمع يصنع وينتج الحكمة والرحمة؟ لا شك أن هذا سينعكس على المجتمع بمزيد من الاستقرار والهدوء والأمن والأمان وما شابى هذه الأخلاق وهذه الفضائل أذكر هذه الرواية بين سيدنا محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخيه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدنا محمد بن الحنفية هو أخ سيدنا الحسن من الأب أي من سيدنا علي بن أبي طالب كان بينهما حوار فافترقا متغاضبين كان بينهما شيء في هذا الحوار لما عاد سيدنا محمد بن الحنفية وهو الأخ الأصغر لسيدنا الحسن أخذ رقعة وكتب فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن الحنفية إلى أخيه الحسن بن علي بن أبي طالب فإن لك فضلا لا أدركه ولك شرفا لا أبلغه أبوك أبي لا تفضلني فيه ولا أفضلك فيه يعني أبوك علي بن أبي طالب وهو أبي علي بن أبي طالب وأمك هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن نساء أي نساء الدنيا مثل أمي ما وافين قدر أمك فإذا ما جاءك كتابي هذا فالبس ردائك وتعال إلي لتترضاني وإياك أن أسبقك إلى هذا الفضل الذي أنت أول به مني لاحظوا هنا هذا المشهد الرائع الذي يبرز سرعة العودة إلى الصفاء سرعة العودة إلى النقاء سرعة القضاء على الخصومة ولذلك حين يأتي هذا الكتاب إلى سيدنا الحسن يلبس ردائه سريعا وينطلق إلى أخيه محمد بن الحنفية حتى يترضاه فالسابق بالسلام هو السابق إلى الجنة فكونوا من أهل الصفاء وصفوا عقولكم وقلوبكم ونفوسكم من قيم الحقد والغل والحسد والكراهية وما شابه ذلك تصنع مجتمعا مثاليا تسوده قيم الرحمة والإنسانية نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم